اشتركوا في القناة عن درس الحرب العالمية الاولى وسوف نتفصل في اسبابها واهم احداثها وذكرنا في الدرس السابق وتكلمنا عن الاقليات الاسلامية اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تحدثنا في الدرس السابق عن الأقليات الإسلامية في دولة بريطانيا ودولة فرنسا وسوف نتحدث اليوم عن الحرب العالمية الأولى وسوف نتعمق في أسبابها وأهم أحداثها نبدأ في الوضع السياسي في العالم قبيل الحرب العالمية الأولى مكن التطور التقني وامتلاك الأسلحة المتطورة بعض دول العالم من فرض سيطرتها على دول أخرى الأمر الذي ساعد على نشأة الخلافات السياسية والعسكرية بين دول ذات سيادة وسيطرة وكانت الأحوال السياسية والعلاقات الدولية قبيل الحرب العالمية الأولى على النحو التالي أولا القارة الأمريكية عيمنت عليها الولايات المتحدة التي اتبعت فيها أنذاك سياسة العزلة الرامية إلى إبعاد النفوذ الأوربي المتنامي ولم تكن لها علاقات دولية فعالة فيما يجري من أحداث سياسية في القارات الأخرى رقم 2 القارة الإفريقية مثلت بلدانها ميدان التنافس الأوربي الرامي إلى السيطرة والاستعمار واستغلال ثرواتها الطبيعية لزيادة قدرات دول الاستعمار العسكرية والتجارية والصناعية وهذه القارات كانت تحمل جزءا كبيرا ومهما جدا في التنافس لما تحمله من عوامل طبيعية ثالثا القارة الآسيوية خضعت أجزاء واسعة منها للاستعمار الأوروبي وخاصة الهند والهند الصينية وجنوب شرقي آسيا وبرزت فيها أنا ذاك بعض الإمبراطوريات والدول المنافسة لأوروبا مثل الدولة العثمانية واليابان والصين الدولة العثمانية واليابان والصين وسوف نتحدث الآن عن رابع القارات وهي القارة الأوروبية كانت أوروبا محور العلاقات الدولية أنا ذاك فقد شهدت نهضة صناعية متطورة وملكت موارد وإمكانات اقتصادية متنامية نتيجة انتهاج بلدانها سياسة الاستعمار وقد تمكنت معظم دولها من بسط مفوذها الاستعماري على مختلف القارات وبرزت فيها إمبراطوريات قوية ذاك مصالح متباينة وطرأت على القارة الأوروبية تغييرات سياسية مهمة تمثلت في ضرور دول جديدة في البلقان نتيجة انحسار السيطرة العثمانية فيها كما شهدت تحالفات متعددة تهدف إلى النفوذ والسيطرة وقد كانت أوروبا المسرح الرئيس لأحداث الحرب العالمية الأولى سوف نتحدث الآن عن أسباب هذه الحرب العالمية الأولى هناك أسباب غير مباشرة مثل الأزمات الدولية ظهرت هذه الأزمات الدولية نتيجة للتنافس على السيطرة ومنها أولا أزمة مراكش التي نشأت بين فرنسا وألمانيا ثانيا أزمة استيلاء ألمانيا على الإلاز واللورين من فرنسا ثالثا الأزمة البلقانية البلقانية بعد أن قامت النمسا بضم أراضي البوسنة والهرسك إلى نفوذها مما دفع روسيا إلى معارضتها وفي سنة 1912 قامت روسيا بتشجيع دولة أو دول البلقان ضد الدولة العثمانية والنمسا مما زاد من التوتر في العلاقات الدولية بينهما أما عن النوع الثاني بعد الأزمات الدولية هو سباق التسلح سباق التسلح في ظل ظروف السباق الأوروبي على السيطرة والنفوذ والاستعمار سعد دول أوروبا إلى انتلاك الأسلحة وتطويلها وقد ظهر التسابق في مجال التسلح البحري والبهري وبرز التسلح الجوي مما أدى إلى زيادة التوتر في العلاقات الدولية أما عن الجزئية الثالثة هي الجزئية المهمة وتكمن في التنافس الاقتصادي أدت الثورة الصناعية إلى تقدم دول أوروبا اقتصاديا فسعت إلى البحث عن الأسواق لتصريف منتجاتها والسيطرة على الموارد الطبيعية لتزويد مصانعها بالمواد الخام اللازمة للصناع مما دفعها إلى السباق في مجال الاستعمار ومهد لتضارب المصالح الاقتصادية وتصادمها حتى صار النزاع العسكري أمرا وشيك الحدوث رابعا قيام التحالفات الدولية قام التحالفات الدولية بهدف تعزيز القوة وحماية المصالح المشتركة مثل تحالف عصبة الأباطرة وتحالف دول الوسط وتحالف الوفاق الثلاثي مما زاد من التوترات في العلاقات الدولية بين دول أوروبا أما عن السبب المباشر والمباشر للحرب العالمية الأولى بعد توقيع استسلام ألمانيا في يوليو 28 1914 اغتال طالب سربي ولي عهد النمسا آناداك وزوجته في أثناء زيارتهما عاصمة منطقة البوسنة والهرسك التي ضمتها النمسا إلى سيطرتها في عام 1908 تعبيرا عن اعتراضه على ضم الإقليم للنمسا فأعلنت النمسا الحرب على سربيا فأعلنت روسيا الحرب على النمسا فدخلت ألمانيا الحرب ضد روسيا وسربيا بينما أعلنت فرنسا حربها على ألمانيا والنمسا وسارعت بريطانيا بإعلان الحرب على دولتين الوسط التي انضمت إليهما الدولة العثمانية كما أن الصين واليابان دخلت الحرب مع دول الوفاق وخرجت إيطاليا من حيادها لتدخل الحروب ثم توالت باقي الدول في دخولها الحرب حتى بلغ عددها 33 دولة فأضفى على الحرب صفة العالمية وانتهت الحرب بهزيمة ألمانيا وحلفائها في معركة ألمان الثانية 1918 ميلادي وفي آخر العام أعلن رسميا عن انتهاء الحرب العالمية الأولى بعد توقيع استسلام ألمانيا أما عن نتائج الحرب العالمية الأولى فقد أسفرت الحرب العالمية الأولى عن خسائر بشرية ومادية جسيمة جدا وفيما يلي أبرز هذه النتائج أولا الخسائر البشرية بلغت الخسائر البشرية في الحرب تسعة ملايين قتيل وعدد أكبر من الجرحى والمحوهين وهذه هي أول نتائج الحرب العالمية الأولى ثانيا الخسائر المادية تمثلت الخسائر المادية فيما دمر أثناء الحرب في كل من أوروبا والشرق الأوسط من الأسلحة والعتاد الأسكري وفي إطلاف المحاصيل الزراعية وتدمير المدن وهدم المنازل والمصانع والمناجم وتدمير الطرق والسكك الحديدية إذن ثانيا خسائر مالية من جميع النواحي سواء المحاصيل الزراعية أو المدن أو المنازل والمصانع وإلى آخره سقط معها الاقتصاد ثالثا تفكك الدولة العثمانية بموجب معاهدة سيفر 1920 من أديها تفكك الدولة العثمانية وأصبحت قاصرة على تركيا بعد أن تقاسم الحلفاء السيطر على الكثير من البلدان التابعة لها رابعا اتساع مساحة بعض الدول أوروبا وتقلص البعض الآخر حيث اتسعت مساحة كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا بينما تقلصت مساحة كل من ألمانيا والنمسا وبولغاريا هذه أيضا من أهم النتائج التي حصلت بعد نتائج الحرب العالمية الأولى خامسا إنشاء بعض المنظمات الدولية ومن أهمها إصبت الأمم التي أقر ميثاقها في عام 1919 سادسا وقوع الكثير من بلدان العالم العربي تحت الانتداب وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الحلفاء المنتصرين في الحرب فيما عرف باتفاقية سايكس بيكو السرية في عام 1916 ميلاديا أما الأثار الناجم عن الحرب العالمية الأولى على العالم العربي بشكل خاص كانت هناك بعض بلدان العالم العربي قبيل الحرب العالمية الأولى تحت الاستعمار الفرنسي وبعض البلدان العربية في أجزاء من شبه الجزيرة العربية وفي العراق وفي الشام تحت الحكم العثماني الذي أخذ يعاني قبل اندلاع الحرب من قيام جمعيات سرية معارضة للقضاء على الدولة العثمانية ونجحت الثورة التي قام بها العسكريون عام 1326 هجريا أي 1908 ميلاديا في الإطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني وقد أثارت هذه الدعوة القومية التركية الجديدة التورانية التي قوضت الدولة العثمانية وانتهجت سياسة تيتريك حفيظة العرب فاستغل بعضهم في بلاد الشام هذا الحدث فأسسوا جمعيات قومية عربية تنادي بالاستقلال عن تركيا الجديدة وتحققت بذلك آمال المستعمرين وحينما اندلعت الحرب العالمية الأولى التحمت دول الوسط ضد جبهة التحالف الإنجليزي الفرنسي مما جعل الاتحاديين الأتراك يستجيبون للمطالب الألمانية بالدخول معهم في الحرب مما أدى إلى تعرض بلدان المشرق العربي للاستعمار الإنجليزي والفرنسي وفي وقت انضم فيه اليهود إلى حلفائهم البريطانيون بعد أن قدموا لهم الإمكانيات المادية والعلمية مقابل تأسيس وطن قومي لهم في فلسطين وبتشجيع من بريطانيا قرر الشريف حسين إعلان الثورة العربية في عام 1334 ضد الحكم التركي وترتب عليه الوقوف وقوف الثورة العربية بجانب قوات الحلفاء في الحرب العالمية ضرب بعض مواقع الاستراتيجية وتحطيم السكاء الحديدية في الحجاز وكان أمل الشريف حسين في وفاء بريطانيا بوعدها له بتنصيبه ملكا على العرب لكن بريطانيا نكثت بعهدها معه وعقدت المعاهدة السرية الشهيرة مع فرنسا وروسيا سايكس بيكو بتقسيم بلدان المشرق العربي لنفوذهم بعد الحرب وجاءت هذه المعاهدة مخيبة للآمال العربية وزادت خيبة الأمل عند إصدار بريطانيا لوعدها المشؤوم الذي صدر في نوبمبر 1917 ميلادي بإعطاء وطن لليهود في فلسطين وسوف نتحدث الآن عن موقف المملكة العربية السعودية من الحرب العالمية الأولى عندما نشبت الحرب العالمية الأولى كان الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود منشغلا في توحيد البلاد وكان يراقب تطورات الحرب ويتخذ منها موقفا محايدا وعندما طلبت منه بريطانيا التعاون معها في حملتها ضد الدول العثمانية لم يوافق الملك عبد العزيز أنذاك ولم يتخذ موقفا مساندا لطرف ضد آخر حماية لمصالح بلاده وشعبه وعندما قامت الثورة العربية أثناء الحرب اتخذ منها الملك عبد العزيز موقفا محايدا وتابع أحداثها بكل اهتمام ليتأكد من عدم تعرض بلاده لأي آثار سلبية بسببها هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد اشتركوا في القناة